منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الفوري عن 14 معتقل يحاكمون بتهم هزيلة ومعرفش ليه 14 حقيقة احنا عندنا معظم اللي بيحاكموا الحقيقة بيحاكموا بدون تهم أصلاً مش بتهم هزيلة أصلاً بدون تهم صفوان ثابت قعد سنتين في السجن وخرج لحد عرف دخل ليه ولا حد عرف خرج ليه وغيره عشرات الأمثلة عشرات الأمثلة المبادرة المصرية أمام لجنة حقوق الإنسان بالمتحدة مصر تشهد أسوأ أزمة حقوق أزمة حقوقية في تاريخها المصرية لحقوق الإنسان وبؤكد على هذا الكلام اللي أنا كنت بقوله من شوية إن احنا وصلنا إلى قعر المزبلة لم ينتهك في مصر الإنسان بهذه القوة وهو كان لسه بيأكد على المعنى ده هو يا جماعة والله العظيم أنا أنا ببقى عاجز عن الفكرة يعني أنا ببقى عاجز عن الفهم هو في هذه الأزمة اللي مورود فيها ورطة سودة دي كان لازم يبحث عن سبل تنفيذ الأزمة طب هو هو ديه ورجليه اتغلد لو بيلعب سياسة يعني لو عنده حد بيفهم سياسة لو جانبه حد زي هيك أي حد بيفهم سياسة يعني انت ديك ورجليك مغلولة اقتصادية وفشلت ومش عايف تجيب اعمل تنفيذ اجتماعي اعمل تنفيذ اجتماعي تعالى الامه احنا هنت صالح وهنفك الدنيا ونخرج المعتقير وهي حقبة وانتهت والجميع تعلم الدرس لا ده مصمم بلغ عن ابنك هم هم بيحربوا بيحربونا طول الوقت هم مين طيب يعني أنا قفت عن كلمة هم اللي قالها السيسي دي تسعوية مرة هم مين هم مين مين هم يعني فعلا انا محتاج اعرف مين هم طب الاول كان في دولتين والحمد لله علاقتكم بيها بقت زال في قوله قطر مصطفى مادبول كان هناك الاسبوع اللي فات وسبح شكري كان هنا الاسبوع ده لا قطر ولا تركيا يبقى مش هم هم مين جماعة اخوة المسلمين كانت اخوة المسلمين في اضعف حالتها والكل يعرف ذلك الجزء الاكبر في السجون عندك والجزء المتباقي بيماشي جوه الحيط عشان ما يحصلش لجوه السجل واللي بره انت عارف الخلقات اللي يعني موجودة والدنيا مش مش يعني مش جمدة جدا ولا حاجة مين هم بقى مين هم المعارضة المصريية احنا الاعلاميين مين هم احنا من حرب الدول المصريات ولا عمرنا مين هو ده العقل اللي خلي الواحد عقله يشت كان اولى به انه يهد الدنيا ونفك شوية لكن هو عارف هو يعلم انه يجلس على برميل بارود يوشك ان يشتعل هيخرج الناس الناس هتاكلوا هو عارف انه اول انا مؤكد على الكلام ده مليوم مر اول عشرة تلاف متظاهر في مصر هيكونوا نهاية هذا النظام يخرج عشرة تلاف ويصنودوا في الشوارع وهتلاقي الملايين ظهرت وراه هو عارف ده كويس معاش كده ما عندوش اي نوع من نوع التنفيس يعني